السلام عليكم قبل ما نعرف ازاي ممكن الشخص يبطل سجاير وإيه هي الأدوية اللي هتساعده على كده عايزين نعرف ايه اللي موجود داخل السجارة عندنا السجاير والشيشة وأي حاجة مشابهة ليها بتتصنع من أوراق التبغ ولما التبغ بيتحرق بينتج آلاف المواد الكيميائية الخطيرة ومن ضمنهم النيكوتين واربعين مادة معروفة انها بتسبب السرطان بالأضافة ان الدخان اللي بيطلع من السجارة بيحتوى على غازات سامة زي أول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وده بيصيب المدخن والناس المحيطة بيه وفي كل مرة الشخص بيدخن فيها سجارة بتتنقل الغازات السامة للرأتين وبعدها المجرى الدم والدم بيوصلها لكل عضو في الجسم ومن أهم الأعضاء دي هو الدماغ ولما مادة النكوتين بتوصل للدماغ بتخليه يفرز مادة الدوبامين والمادة دي بتخلي الشخص يحس بالبهجة والسعادة ولما بيتعرض لها الدماغ بشكل متكرر بيبقى غير حساس لها وده بيخلي الشخص يشرب صجارة واثنين وعشرة علشان ياخد كمية كبيرة من النكوتين وبالتالي تتفرز مادة الدوبامين ويحس انه شخص طبيعي ولما الشخص بيبدأ يبطل شرب سجير أو شيشة بتبدأ تظهر عليه أعراض انسحاب النكوتين زي الرعشة والعرق وهيحس انه تعبان ومصدع طول الوقت وممكن يدخل في اكتئاب وتوتر مع صعوبة في التركيز وبالتالي المدخنين بيوجهوا صعوبة في انهم يبطلوا شرب سجير وعلشان كده العلاج بيكون على مرحلتين المرحلة الاولى وهي علاج العامل النفسي عن طريق استخدام بدائل النكوتين بمعنى اننا هناخد مادة النكوتين من حاجة تانية غير الصجارة زي لزقة النكوتين أو اللبان أو الحبوب لكن الاغلبية بيستخدموا اللزقة والبدائل دي بتدي نكوتين بكميات قليلة لكن هتساعد الشخص جدا في انه يبطل سجير وفي نفس الوقت اعراض الانسحاب ما تظهرش عليه المرحلة التانية وهي اننا نمنع وصول مادة النكوتين للدماغ عن طريق استخدام حبوب اسمها شانتكس والحبوب دي بتوقف افراز مادة الدوبامين وبكده كل اللي هتحصل عليه من الصجارة هو الطعم المر والريحة الوحشة ومع مادة الشانتكس بيكون سهل عليك جدا انك تبطل استخدام بدائل النكوتين أو السجير لكن اهم عامل في انك توقف السجير هي الاراضة وخصوصا في اول عشر ايام لانك اول ما هتاخد حبوب الشانتكس هتبدأ تظهر اعراض الانسحاب وهتستمر من 7 ل 14 يوم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر